عاجل العليمي رئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام وأحمد علي أمين عام تطاصيل خطير قال دبلوماسي يمني اليوم إن الواجب الوطني يحتم عودة حزب المؤتمر الشعبي العام إلى وجهة قيادة اليمن بدأ من توليه مصالحة وطنية مع كافة الأحزاب السياسية وأوضح الدكتور عبدالوهاب طواثة سفير اليمن السابق لدى سوريا في مقال بعنوان دردش حول المؤتمر الشعبي العام نشرته صحيفة الوطن السعودية بأن الواجب الوطني يحتم على قيادات المؤتمر إما توحد السريع تحت قيادة ورئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي ونائب له من الجنوب على أن يكون السفير أحمد علي عبدالله صالح أمينا عاما له وبقيادة جمعية من عشرة أعضاء من اللجنة العامة لتسييل أعمال الحزب خلال فترة انتقالية تنتهي بعودة الدولة وعودة الحياة السياسية والحزبية من جديد ثم عودة المؤتمر العام للحزب وانتخاب قيادة جديدة له كما تنص لوائح لفت إلى أن المقترح الآخر يتمثل في المسارعة لتأسيس حزب جديد بمبادئ الميثاق الوطني نفسها للم كوادره وحمايته من الضياع والتشرد والرحيل والهجرة إلى أحزاب أخرى وهذه فلسة لكوادر المؤتمر لاختيار قيادتهم التي يتقون بها وعندها ستظهر شعبية ووزن كل قيادة من الحزب وبهذا سيتخلصون من عبئ شرعانة مؤتمر صنعاء لأعداء اليمن في الداخل والتخلص من قراراته المؤيدة للميليشيا السلالية ضد مصالح اليمن وإنهاء حالة التشره الحالية التي يعاني منها الحزب وأشار إلى أن هناك حل ثالث إذ يرى أن طارق محمد يمكن له أن يوسع مكتبه السياسي الحالي ليصبح حاملا سياسيا جديدا ليحتوي المؤتمر ويجتذب الجيل الجديد فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها